اهلا بحضراتكم من جديد ان شاء الله تعالى يوم 13 لحضور القرع في ميامي يوم 5 ديسمبر اعتقد كل ده سبب حاجة واحدة ان العبارة في الادارة بعيدا عن كل حاجة ده سر التفوق امشوانس هم نفسهم بقولوا كده اه ارجع لكل واحد فيهم كان بيتكلم وبيقولك دلوقتي شوف ميدو قالها كم مرة شوف كل يعني يعني شبك من اللي هم حاليا دلوقتي فجأة ظهروا كمنظرين لكن كل الناس اللي جاية عبروا تاريخ المصابقة وعبروا تاريخهم كلعيبة او خبراء او او ما من مرة يكسب لالي يقولك اصل العبارة في الادارة كله كل الصحافة باختلاف انتماءاتها وده اللي انا اللي بقولولك باستمراء احنا نبدأ نتهاجم لو خسيرنا ماتش بفطولة او بتاع لكن اول ما تسترد وتكسب كل يقولك اصل النادي الاهلي ما يخسرش بثلثين واربعات ويبتدي يقولك بيعرفوا ازاي يعملوا بيعرفوا يفصلوا بيطلبوا منهم الانفاز دي مين الاهله الاهلوية ولا دي قواعد راسخة جمهور الاهلي يقفل الصفحة وقدرتوا ويقولك بكرة بطولة جديدة ايه جاية تخلص الحداشر ولك الاثناشر يا اهلي دي كلها ثقافة فالعبارة في الادارة دي مش عايزة منقشة سيستم النادي الاهلي هو راس الحربة الذي يجر القطرة طيب